نعم انتهت قبل دقائق المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم البنتاجون وكان أغلب الحديث حول هذا المنطاض تحديدا المعلومات الجديدة التي ذكرها المتحدث هي التالي المنطاض لا يزال فوق الأراضي الأمريكية المنطاض يتوجه شرقا في الولايات المتحدة وهو في علو أعلى من مستوى الطائرات التجارية وحاليا الولايات المتحدة تنظر في كل الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع هذا المنطاض ولكنه لم يجب حاعد أسئلة الصحفيين حيال ما هي البدائل المتاحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع هذا المنطاض ولكنه أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن هذا المنطاض لن يؤثر على قنوات الاتصال المفتوحة بين البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية ونظيرتها الصينية وأنه من المهم بمكان أن تستمر قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين تجنبا لأي تصعيد في المستقبل هذا ربما ما كان ينوي بلينكين التكريس له من خلال الزيارة لبكين سهيل كيف يدور الحديث عن هذه الزيارة؟ هل أرجعت؟ هل ألغيت الزيارة؟ حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الخارجية حيال هذه اللقطة تحديدا ولكن وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت دقلا عن مصادر في الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية عن تأجيل هذه الزيارة إلى الصين وهذا للتعبير عن احتجاج الولايات المتحدة عن انتهاك الصين لمجالها الجوي أود أن أشير سريعا إلى أن المتحدث باسم البنتاجون أشار إلى أن هذا المنطاض له قدرة للتناور ويمكنه تغيير مساره هو لا يطفو فقط في الفضاء ولكنه له قدرة على الحركة والمناورة وبالتالي لم يتم دخوله المجال الجوي عن طريق الخطأ لأنه بحسب خط المسار المرسوم له هو مسير بشكل دقيق وله مسار محدد يسير عليه وله قدرة على التحرك وبالتالي هناك مؤشرات تؤكد للولايات المتحدة أن هذا المنطاض ليس منطاضا لأهداف بحثية لتقصي حالة الطقس أو غير ذلك وأنه دخل بالمجال الجوي الأمريكي عن طريق الخطأ كل هذه بالنسبة للولايات المتحدة هذه دعاءات غير صحيحة تدلي بها الصين والقدرات التناورية لهذا المنطاض تؤكد هذا بالنسبة للولايات المتحدة طائرات استطلاع أمريكية سهيل ربما استطلعت وتفحصت هذا المنطاض وفي الجو لماذا لم تسقطه الولايات المتحدة أو تقوم بصحبه بعيدا عن أي منطقة ماهولة بالسكان وتنهي هذه المشكلة تم توجيه هذا السؤال المتحدث باسم البنتاجون وقال أنه لا يستطيع الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي ولكن أشار إلى أنه كانت هناك توجد مخاطر كبيرة في حال تفجير أو الهجوم الصاروخي على هذا المنطاض فوق الولايات المتحدة ولكنه أكد في النهاية أن هناك تعامل سيتم التعامل مع هذا المنطاض وأنه لن يتم السماح لأي جسم أجنبي أو أي هيئة أجنبية بالحصول على معلوات استخباراتية فوق الأراضي الأمريكية وأنها تتابع هذا المنطاض وتحركاته عن كثب وكل الخيارات لا تزال على الطاولة أمام البنتاجون والإدارة الأمريكية للتعامل مع هذا المنطاض ويمكن أن نتحدث عن احتبالية أن تقوم هناك أي إجراءات في أي لحظة الولايات المتحدة أكدت أيضا أو المتحدث باسم البنتاجون أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بعمل مماثل وعند سؤال المتحدث باسم البنتاجون لماذا لم يتم الإعلان سابقا عن عمليات مشابهة قال هذه معلومات استخباراتية لا يمكن أن يخوط فيها بشكل مفصل ولكنه أشار إلى وجود عمليات مشابهة قامت بها الصين قبل هذه المرة ترجمة نانسي قنقر